فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليه الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب واعدنا يا ربنا منزل الحياكم الله جميعا نأخذ هذه المجموعة التي تنتظر تفضل يختيم عمر السلام عليكم عليكم السلام عليكم السؤال شيخ تفضلوا هل يسن للمرأة أنت تطيب قليلا قبل الإحرام بطيب هادئ الرائحة نعم سؤال الثاني عندما تختفل المرأة قبل الإحرام هل يجوز تختفل بالصابون الذي فيه رائحة قبل الإحرام ثالث بخصوص السترة في الصلاة عادة بعد صلاة الفرق تمشي بعض النساء أمام صليات وهم يصلون الفرق أو السنة عفوا هل يجوز أن أضع الشنطة أمامي وأن أصلي السنة السنة ها يعني في المسجد ها نعم في المسجد إن شاء الله بإذن الله وفي الحرم هل ينطبق نفس الشيء أو لا سترة في الحرم إن شاء الله إذاك الله خير مرحبا جمال السلام عليكم عليكم السلام مرحبا أخوي شيخ عندي سوالين تفضل شيخ سال الأول واحد من الأخوة يسألني يعني قال لي أسأله أنه جمع مال من بعض الأصدقاء وكذا وقالوا سيبنون به مسجد هو قال لهم يعني أريد هذا يعني نبني بني مسجد هو أخذ المال فالمال يعني كفة وزيادة فقال بأبني مسجد وبيع أي يقول هل يجوز هو قال لهم أنه مسجد فقط قال يجوز أن يبني مسجد وبيع قلت لي أخذ من وين أخذ من أصدقاء يعني جمعه أصدقاء أي نعم طيب طيب سؤال الثاني شيخنا يعني بعضهم مثلا يرسل مقاطع عن طريق وسائل التواصل مثلا يكون فيه مثلا تقليد لأصوات اللحجات وكذا أي معنى باب الضحك وكذا أي فهل يجوز هذا يعني يعني الأصوات هذه تقليد للآخرين ها آه تقليد للآخرين إن شاء الله الله جمعه من اللحجة إن شاء الله شايفه بس لو تقوله تعالى لا يضخر قومي من قومي فكيف يعني تكون سبخرية فهل مثلا هل يجوز من باب المزوح مثلا إذا شخص أنا عرف أنه ما يزعك أي هل يجوز هذا إن شاء الله أبشر أمت الله أمت الله سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ إن شاء الله نريد أن نضحي تمام أي لكن يذبح لأخوي هل أخوي يسمي أسمي مثلا فلان لابد فلان يعني الأضحية لك أنت أضحي لي لكن أخوي يذبح طيب هل هل يسمي أسمي يعني وبعدين هل أبو أم المتوظفين هل فكري نيتي نهدي لأجر الذي أمه والله بروه أخوي أهولها طيب تمام شكرا مرحبا أم أحمد السلام عليكم عليكم السلام عندي سؤال أني يسير فضلي السؤال الأول أنا منضحي هل يجوز أني احتجم في الأيام من 10 هل طيب السؤال الثاني كنت منخفص مضلة من المال وقف على روح أديب أمي ولبناء شيء يخدم القرآن مركز صحفي أو مدرسة قرآنية فصديقتي اتصلت بي وقاتلي في مدرسة قرآنية لم تكتمل فأخذت المبلغ المبلغ ليس بالبسيط وليس بالكبير لبناء المدرسة أي ولما سألت قيل لي أن المدرسة تحتاج لقلاء وعزكم الله دورات مياه يعني نقص دورات المياه هل تصرف في هذا الوقف صحيح والآن عملوا فيها أخذوا وعملوا به منذ عشر أيام طيب لماذا تسألين الآن أختي لما كلمت صديقتي اللي أخذت المبلغ قلت لها إذا كان الاستطاعة بناء مكتبة في هذه المدرسة القرآنية اللي خدمت كتب القرآن وكتب علوم القرآن نعم لا بأس طيب طيب هل هذا التصرف جائزة أو لا إن شاء الله يا محمد مرحب أهلا وسهلا أم دخيل أهلا السلام عليكم عليكم السلام مرحب أختي أهلا فضل الشيخ أنا زوجي ريال كبير بالسن وإني بينا فرق وادد يعني ولكن دايم دايم يطعني بيشوفي ودايم بيسبني دايم هيني قدام عيالي وقبل قبل أسبوع سراحة أصد وحلفت كذا مرة إني ما أقعد في البيت ولكن أنا عندي بنات خار جامعيات ما أقدر أحليهم بالبيت وانطريت إني قاعد في البيت ما أتخرج من البيت ماذا يلشون على كفار في الحل كم أمرة كم أمرة تقريبا 93 93 الله المستعن وش بعد هالعمر هذا يطعم في الشرف أعوذ بالله وعقلة معه عقلة معه يوم دخيل معه عقلة وغيار يعني ما شاء الله ما يتعدى المسجد يصلي يروح سير معه أمراض ولا شيء يعني ينفعل بسرعة ينفعل بسرعة نعم ينفعل بسرعة معه سكر وضغط ومع الشغلات هذه لا لا معه ضغط الله الله طيب واضح من دخيل نقطع الاتصال واضح واضح السؤال واضح شاء الله تسمعين الجواب فضل يا مريم السلام عليكم عليكم السلام عندي ثالية شين فضل أختي أمي حاجة مفرد هل عليها طواف بالبيت شاء الله يا مريم شكرا مرحبا أختي أبو صالح فضل أبو صالح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السؤالي الأول أخذيك الشيخ الله يحفظك نكر في صورة الكف يعني عن نبي الله موسى عليه السلام أي آية 59 وبلغ من مجمع البحرين فذل إذا أعرف الله يحفظك وين مكانها هذا طيب السؤال الثانية الله يحفظك هل يجوز يعني زوجي البنت أن يبقى محرم لعمته بعد طلاقها طبعا ما تكون عمت أبوه أو أخت أبوه يبقى محرم لمن لعمتها بعد طلاق بنتها مثلا يعني يعني لوم زوجته لوم زوجته نعم طيب طيب السؤال الثانية الله يحفظك بل السبه اللي بي مقيم في جدة غي هل يحرب من جدة للحج أو يذهب إلى الميغات شهر الله أبو صالح الله يحفظكم مرحبا مرحبا عزيزة السلام عليك يا شيخ عليكم السلام هل يحرب من دي سؤالة نعم فضلي عزيزة في مثلا يا شيخ اللي مجلس النواب اللي يطلب مساعدة من مجلس النواب مثلا يعني هل هي حرام ولا حلال يعني يطلب مساعدة مادية يعني عندكم مجلس النواب يعطي مساعدات مثلا يساعد في الناس مثلا محتاجة هكي مش أعرف عدو يقعد من ماله هو شخصي ولا مال الدولة الله أعلم يعني هذا هذا شخص هذا عضو في المجلس ولا المجلس تطلبون من المجلس لا من عميد البلدية وممكن فيها مثلا عضو مجلس يعني مثلا عندي لصلة قرابة به مثلا ساعدنا مرة يعني اي وانا طبعا مطلقة وعندي عيالي ولكن فيه شباب كبار منك طيب يا عزيز على مدية نعم تسمعين الجواب إن شاء الله إن شاء الله مرحب أختي مصطفى فضل مصطفى عليكم السلام محمد الله أحبك الله يا شيخ أحبك الله يا أخي فضل الشوخ عندي أسئلة فضل بالنسبة ل هل يمكن نعطي الزكاة الذين يقولون أنهم من آل البيت طيب سؤال الثاني بالنسبة للتسليم من الصلاة ألا أسلم وأنا مستقبل قبل أما أني ممكن أتفت وأسلم طيب أريد شرع قلوه تعالى ولا تمسكوه من ضرارا لتعتدوه ومن يفعله لك أخوى الله من نفسك طيب يا مصطفى بالنسبة لأيضا يا شيخ وعاني من وساوس كثيرة وحتى أني أحيانا أكرر الوضوء ولم أذهب إلى جورة المياه كرمك الله يعني أصب كثير من الماء بيستنجاء من البول وكذا يعني أريد منك نصيحة شيخا إن شاء الله تسمع النصيح أم عيسى السلام عليك شيخ السلام عليك أم عيسى يا شيخ أعلى بحية لطائح السن هتعيد ولا لا شعر لي أم عيسى مع السلام عليك مرحبا أختي طيب طيب نكتفي بهذه المجموعة أم عمر بارك الله فيها تسأل عن المرأة تقول هل يسن للمرأة أن تتطيب قبل الإحرام بطيب هادي لكونه من السن يعني كون الرجال يتطيبون أختي الفاضل الله بارك فيك بالنسبة للمرأة الحاجة لا تتطيب المرأة الحاجة لا تتطيب لا تضع الطيب إلا إذا كان طيبا يظهر لونه ولكن لا تظهر رائحته فإذا كان هناك طيب لا تظهر الرائحة ويظهر اللون أو لا يظهر يجوز لأن هذا مما يشرع للمرأة أن تفعله أما الرجل فيتطيب فعائشة رضي الله عنه قال طيبته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه وطيبته لحله قبل أن يطوف بالبيت وكانت عائشة طيبة النبي عليه الصلاة والسلام طيبا كثيرا حتى تقول رأيته وبيص الطيب يعني لمعاني الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم أما المرأة فلا لا تتطيب بالطيب الذي يظهر رائحته لأنه ممنوعة منه ولذلك عائشة ذكرت بأنه طيبت رسوله وما تطيبت هي لكن على القاعدة العام يجوز المرأة أن تتطيب بطيب يظهر لونه لكن ما تظهر رائحته هذا قبل الإحرام طبعا أم عمر تسأل تقول هل يجوز للمرأة أن يعني تغتسل بالصابون الذي له رائحة معطرة قبل الإحرام نعم يجوز للمرأة أن تستعمل الشامبو تستعمل الصابون المطيب الشامبو المطيب قبل الإحرام قبل الإحرام أما بعد الإحرام فلماذا لأن الطيب هنا غير مقصود أصلا وإنما المقصود أنه يعني هذه منظفات هذه منظفات ولذلك يجوز قبل الإحرام أم عمر تسأل عن السترة تقول يعني أحيانا نحن في المسجد يمر نساء من أمامنا ممكن أضع الشنطة أمامي سترة نعم نعم الشنطة تصلح سترة الشنطة اليدوية هذه التي تحملها النساء ممكن تضعها أمامها وتجعلها سترة بس أهم شيء تحافظ عليها لا تسرق أخشى أمرأة تأتي وتأخذها معها وتسرق فيها أشياء ثمين لكن عموما يصلح أن تكون سترة بالنسبة للحرم الحرم ليس له يعني مسائل السترة عموما عامة ما عندنا دليل يخصص الحرم عن غيره لكن العلماء تكلموا في هذا المسألة وإلا ما عندنا نص أن النبي عليه الصلاة قال إلا في الحرم ما تجيب السترة العلماء لما كثر الناس وبدأ الزحام وبدأ كذا قالوا للحرم خصوصي لأنه ما يمكن يعني أن تخيل شخص عند الكعبة يصلي و الناس يطوفون كم يبغى يمنع و كم يبغى يوقف الناس و لذلك قالوا للحرم خصوصية و بنوا على هذا قاعدة قاعدة و هي قضية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام معه الضرورة و لذلك لو الإنسان مثلا في الحرم في مكان بعيد و أراد شخص يمر في الصحن صحن الكعبة أو في موسم الحج ما يستطيع يمنع الناس كلهم جمال بارك الله فيه يسأل يقول واحد جمع أموال من أصدقاءه و قال لهم أني أبني مسجد يقول الحمد لله جمع المال و زاد يبني مسجد و زيادة قال أريد أن أحفر بئر يجوز يجوز بارك الله فيه لكن بشرط أنه لابد يخبر أصدقاءه يخبرهم واحدا واحد يقول جماعة الخير نحن الآن اتفقنا على أن نجمع المبلغ الفلان يبشركم اجتمع و صار عندنا زيادة الزيادة هذه ايش رايكم نضعها في بئر يشاورهم ايش رايكم نضعها في بئر نحفر بئر وله إن شاء الله الأجر والثواب ولهم أيضا الأجر والثواب جمال يسأل يقول هناك يعني بعض المقاطع التي ترسل فيها تقليد للأصوات هل هذه تدخل ضمن السخرية و ما معنى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم أخي الفاضل بارك الله فيك أولا عندنا المزاح في الشريعة على نوعين مزاح محمود و مزاح مذموم المزاح المحمود الذي كان الذي يكون على الصدق و الواقعية و قد مزح النبي عليه الصلاة و السلام حتى قالوا قال الصحابة يا رسول الله نراك تمازحنا قال نعم ولا أقول إلا حق أو لا أقول إلا صدق فالنبي عليه الصلاة و السلام كان يمازح بالصدق و المزاح لا شك بأن يضفي على الحياة نوع من البهجة و نوع من السعادة و نوع من شراح الصدر و النفس البشرية تحتاج إلى مثل هذا المزاح و تحتاج إلى مثل هذه الطرف و تحتاج إلى مثل هذه اللهو المباع و هذا شيء طبيعي فإذا كان سيد المرسلين مارس هذا النوع من المزاح جاءته امرأة فقالت قال سألته فقال زوجك الذي في عينه بياض قالت لا يا رسول قال بلى في عينه بياض فهي ذهبت إلى معنى غير المعنى الذي ذهب إليه النبي عليه الصلاة و السلام جاءه الرجل فقال يا رسول احملني يعني طني راحل قال إنا حاملوك على ولد الناقة فقال و ما أفعل بولد الناقة ظن الحوار يعني فقال و هل تلد النوق إلا الجمال يعني ولد الناقة الجمل أيضا جاءته عجوز فقالت يا رسول ادعو الله يدخلنا الجنة قال لا يدخل الجنة عجائز هو لا تبكي قال أخبروها بأنهن عروبا أترابا أيضا يقول لأنس يا ذا الأذنين و كان يمازح و يلاطف عليه الصلاة و السلام فهذا شيء طيب المزاح المذموم ما كان محرما أو مبنيا على الكذب أو مبنيا على احتقار الآخرين أو مبنيا على السخرية من خلق الله كجل و ألا هذا محرم و لا يجوز و لذلك السخرية ما عندنا السخرية على نوعين مباحة و محرمة لا السخرية واحد يا أيها الذين آمنوا لا يصخر قوم من قوم قوم بإجماع المفسرين يعني رجال لا يصخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم و لا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم و لا تلمزوا أنفسكم و لا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان و من لم يتب فأولئك هم الظالمون و لذلك السخرية قبيحة لماذا لأن فيها اعتراض على خلق الله و الله جل وعلا يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فلما تسخر من شكل إنسان أو من لونه أو من هيئته أو من منطقه و كلامه أو من عقله هذه السخرية فأنت كأنك تعترض على الله أن الله ما خلق هذا في أحسن التقويم و الله جل وعلا له الحكمة البالغة يخلق هذا عاقلا و هذا مجنونا يخلق هذا قوي العقل و يخلق هذا ضعيف العقل يخلق هذا طويل و هذا قصير هذا أبيض هذا أحمر هذا أسود هذا مريض هذا الصحيح هذا خلق الله هذا هذه حكمة الله عز وجل في خلقه و لذلك لما يجي شخص يسخر من الناس بمثل هذه الصورة لا شك بأنه محرم و أيضا السخرية في واقع الأمر هي فيها استعلام و فيها تنقص من الآخرين و النبي عليه الصلاة و السلام قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا أن تواضعوا و لا يفخر أحد على أحد ففي السخرية من الآخرين كأنك تقول أنا المكتمل أنا اللي عنده الاكتمال و هؤلاء عندهم النقص فينبغي بل يجب على المسلم أن يحذر من هذا الأمر يقول ابن مسعود والله لو رأيته شخصا ثنى ركبتيه يرضع من عنز ما سخرت منه أخشى أن يبتلي إني الله عز وجل أخشى أن يرجع و العياذ بالله البلاء عليه هكذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه و لذلك المقاطع هذه ما كان فيها صدق و حق يعني مشهد أو مقطع أو مثلا حصل أمر واقعي ما فيه شيء أما إذا كان لأتركيب مثل ما ذكرت تقليد للأصوات و شيء من هذا القبيل فهذا مما تمنعه الشريعة أمت الله تسأل تقول أريد أن أضحي تقول يعني بالنسبة لأخوي هل يجب عليه أن يذكر اسمي و لما أريد أن أضحي عن أبي و أمي الميتين هل لا بد أن يذكرهما أم تكفي النية أخت الفاضل بارك الله فيك وتقبل الله منك و جميع المسلمين بالنسبة للأضحية إذا جاء الإنسان يضحي سواء ذبح بنفسه أو ذبح الوكيل الذي أنابه فأنه يقول بسم الله الله أكبر أما قول بسم الله فهي واجبة و كل ذبيحة تعمد الذابح عدم ذكر اسم الله فهي وقيذة لقول الله عز وجل و لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه و أما قول الله أكبر فهي سنة مستحبة و ما بعده فهو من المستحب أن يقول الإنسان اللهم عني و عن أهل بيتي الأحيا و الأموات و لو لم يقلها فيكث النية لأنه لا يطلع على القلوب إلا علام الغيوب فالله عز وجل يعلم ما في القلوب و يعلم لماذا أنت أتيت بهذه الأضحية لمن فما في حاجة أهم شيء التسمية أهم شيء التسمية فلو مثلا وكلتي قلتي له مثلا أخوك هذا يقول بسم الله الله أكبر عن فلانا عنك أنت و عن أهل بيتها و عن أبيها و أمها الميتين يكون طيب لو ما ذكر يصل الأجر و الثواب بإذن الله أم أحمد بارك الله فيها تقول يعني تريد أن تضحي هل يجوز لها أن تحتجم في عشر ذي الحجة نعم يجوز للإنسان الذي لديه أحضي لديه عفو أضحية يجوز للإنسان الذي لديه أضحية و احتاج إلى الحجام أن يحتجم في عشر ذي الحجة سواء كان رجلا أو امرأة و بالمجزون بأنه سيحلق بعض شعر الرأس يحلق بعض شعر الرأس و هذا ممنوع بالنسبة لمن لديه أضحية لكن هنا مأذون فيه للتطبب للتطبب و عندنا قاعدة أن المأذون فيه غير مضمون فما دام أن الإنسان يحتاج إلى الحجامة يحتاج إليها فإنه يجوز له أن يحتجم ولو حلق بعض رأس شعر رأسه لأن هذا مما هو مأذون فيه عندي فاصل قصير ناخذ ثم نعود إليكم بحول الله و أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم و لعلهم يتفكرون و أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم و لعلهم يتفكرون حياكم الله من جديد و محمد بارك الله فيها تقول خصصت مبلغ من المال أريده وقف لأبي و أمي الميتين تقول يعني هذا الوقف أريد أن يخدم القرآن تقول جاءتني صديقة قالت عندنا مدرسة قرآنية فتقول أخذت المبلغ قبل عشرة أيام تقول يعني تعتقد بأن المبلغ سيصرف في مسألة دورات المياه و في مسألة الصبغ أو شيء من هذا القبيل تقول هل هذا يجوز مع أني طلبت منها أنها عفوا اي نعم مع أني طلبت منها بأنها يكون في المكتب أخت الفاضلة لا بد أن يكون هذا الوقف على شرطك أنت على شرطك أنت و لذلك الأخت هذه يجب عليك أن تتواصلي معها و أن تقول لها بأن هذا المبلغ لا أسمح لك أبدا أن تصرفيه في دورات مياه أو في الطلاء الصبغ و إنما يكون مكتبة لهذه المدرسة القرآنية يستفيد منها الناس لازم يكون على شرطك أفهمي هذا الأمر أفهمي هذا الأمر و دائما مثل حالتك أنت الآن ينبغي أن يكون الوقف في شيء نافع في شيء مفيد مثلا مسجد أو مدرسة أو مثلا مكتبة مثلا أو شراء كتب أو شراء مصاحف أو يعني من هذا القبيل فأخبريها بهذا بارك الله فيك أم دخيل من الكويت تقول بأن زوجها كبير في السن جدا تجاوز التسعين تقول يعني و أنا زوجته بيني وبينها وبينه فارق سن كبير جدا تقول دائما و للأسف الشديد يغضب عليها و يعصب و تقول يتهمني في شرفي تقول أنا أم عيال و أم بنات كبار و كذا تقول يعني حلفت كم مرة أني ما أقعد في البيت تقول بعدين أتندم لأن عندي بنات ما العمل يا أم دخيل بارك الله فيك و واضح بأن زوجك الذي في هذه المرحلة السنية المتأخرة مثل ما توقعت بأنه يعني لديه أمراض و لديه كذا و لذلك احرصوا بارك الله فيكم على ألا تغضبونه و ألا توصلونه إلى هذه المرحلة من الانزعاج التي لا يستطيع السيطرة على نفسه احرصوا بارك الله شوفوا إيش اللي يغضبه و يزعله و تجنبوا و شوفوا إيش اللي يرضيه لأنه ما باقي بالعمر شي مثل ما يقولون رجل بالقمر رجل بالدنيا و إيش باقي يعني اللي فوق التسعين و إيش باقي له و لذلك اخذوا الفاضلة احرصوا عليه بارك الله فيكم حاولوا أنت و البنات و العيال أنكم شوفون إيش اللي يغضبه و تجنبوه الأمر الثاني لازم واحد يفهمه بأن اللي قاعد يفعله و يقوله الآن أمر غاية في الخطورة أمر غاية في الخطورة و لذلك اتهامك بعرضك و بشرفك بهالطريقة هذه هو الآن واقع في كبير من كبائر الذنوب يستحق عليها عقوبة شديدة جدا في شرع الله سبحانه و تعالى و لذلك يحرم على الرجل أن يتهم زوجته في عرضها و في شرفها و الله عز وجل و يقوله و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا و أولئك هم الفاسقون طبعا الجلد الحكومة موبلنا الحكومة هي التي تتولى هذا الأمر القاضي المحكمة و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا و أولئك هم الفاسقون و إذا حصل بأن الرجل قذف امرأته زوجته و قال أنت كذا زاني و يطن في عرضه جاء قول الله عز وجل يبين و يفصل مسألة الملاعنة يقول و الذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين و الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين يعني عند القاضي يحلف بالله العظيم يشهد أربع شهادات و الله العظيم إنها زنت 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 أربعا ثم يقول خامسة لعنة الله عليه هو يلعن نفسه إن كان من الكاذبين و يدرأ عنها العذاب هي الآن أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذب والله العظيم أنه كذب في ما رماني به والله العظيم أنه كذب في ما رماني به أربع مرات والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين هذا يسمى اللعان لازم يفهم لازم يعرف أن الكلام السهل اللي يطرع من فمه هذا يغضب الذي في السماء جل وعلا يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ولذلك يجب عليه أن يتنبه وأن يعلم بأنه عن قريب سيلقى الله يلقاه ويقذف زوجته يلقاه يعني يتهم الناس في أعراضهم لازم يفهم هذا الشيء ولازم يتوب الآن يحتاج إلى توبة إلى الله عز وجل وهو يعلم صدقا بأنك شريفة ولو ما يعلم ذلك كان طلك يقول لك مع السلام لأن ما في أحد ما في رجل يرضى أن يعيش مع امرأة غير شريفة أبدا ولذلك هو مخليك في البيت وهذا دليل كبير على أنه العز بالله رجل متفلت لا يضبط تصرفاته ولا ألفاظه في أخت الفاضلة هذه نصيحة بارك الله فيك واحد لا بد من العيال ولا أخوه ولا قرائب يقول له خاف الله يا رجل اتق الله لا يجوزك هذا الكلام يبقى قضية الحلف الذي حلفته أخت الفاضلة عليك كفارة يمين أطعي مئة عشر مساكين خليك مع بناتك وعيالك لا تترك بيتك لأن الشيطان يفرح بهذا الشيطان أسعد ما عليه أنه يحصل مثل هذا الفرقة وهذا الخلاف وتطلعين وتكبر المشكلة لا وعظيه أنت يذكريه قوليه اتق الله خاف الله عز وجل قوليه لو رفعت أمرك للمحكمة والله ما تشوف العافية قوليه الكلام هذا قول الله لو رفعت أمرك للمحكمة هالكلام اللي تقوله والله ما تشوف العافية وأنك فيتباه هذا الآخر عمرك لكن أبسامحك وسامحي وعفي عنه لأنه مسكين في مثل هذه الحالة وهذا العمر نسأل الله عز وجل نتوب عليه مريم تقول بأن يعني أمها تريد الحج وحجها مفرد تقول عليها طواف بالبيت عليها طواف واحد يا مريم بارك الله فيك خبر الوالدة علميها ما عليها إلا طواف واحد ركن هو طواف الحج هذا يوم عشرة ذي الحجة يوم العيد بعد ما ترمي جمرة العقبة وتقصر من شعر راسة تأخذ تجمع شعر راسة كامل وتأخذ منها قدر أنملة عقدة الأصبع هذا بهالمقدار تروح تطوف طواف الإفاظة تسمونه طواف الإفاظة طواف الحج وبعدين تسعى سعي الحج بعد ذلك والحمد لله تكون قد يعني أكملت أركان الحج بعد الوقوف بعرفة تبغى هي تطوف طواف القدوم هذا سنة في حقها ما يجب عليه أي واحد حجه مفرد أو قارن ما يجب عليه طواف القدوم وإنما يستحب له استحباب إذا حبت وقالت والله أنا مشتاقة للكعبة ودي أطوف طواف القدوم طيب مأجور إن شاء الله هذا سنة لكن يجب لا ما يجب عليه لأن حجها مفرد أبو صالح بارك الله فيه يسأل يقول عن في قول الله عز وجل مجمع البحريني في سورة الكهف يقول أين مجمع البحريني أخي الفاضل هذه مسألة خلافها طويل بين المفسرين وذكروا جملة من الأقوال ما عندنا حقيقة يعني نص يمكن تطمئن له النفس أو تميل إليه أو يترجح أيضا بأن المقصود المكان الفلاني ذكروا أماكن كثيرة لكن الله أعلم بالصواب بارك الله فيك والعلم بهذه المسألة حقيقة لا يعني يزيد من علم الإنسان ولا يزيد مثلاً ولا يضيف إليه مثلاً حكم شرعي أو شيء لا ما يترتب عليه لو كان يترتب عليه حكم شرعي لبين الله المكان لكن الله عز وجل ذكره وبيّن بأنه مكان بعيد ولذلك سافر موسى سفراً طويراً حتى أدرك الخضر عند مجمع البحرين أبو صالح يقول هل يجوز لزوج البنت أن يبقى محرم لأم الزوجة حتى ولو بعد الطلاق يا أخي الفاضل في قاعدة عندنا أبو صالح العقد على البنات يحرم الأمهات مجرد العقد يعني إذا كتبوا كتاب كتبت الرجل كتب على امرأة عقد عليها بمجرد العقد قبل الدخول أمه تحرم عليه على التأبيد والدخول بالأمهات تحرم البنات يعني لو عقد إنسان عقد على بنت ثم طلقها عفواً عقد على امرأة ثم طلقها يجوز يأخذ بنتها لكن إذا دخل عليها تحرم عليه بنت كما قال جل وعلا وربائبكم اللات في حجوركم من نسائكم اللات دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فالآن الصورة اللي ذكرت أخي الفاضل الزوج البنت أم البنت حرام عليه مثل أمه مثل أمه مثل أمه تماماً من ناحية الحرمة والمحرمية لكن بعض العلماء يقولون يتنبه الإنسان لفساد الزمان و صلاح الزمان وأيضاً صلاح الرجل و فساد الرجل لأنه من الناس من هو فاسد والعياذ بالله يخشى عليه محارم يخشونه منه فيتنبه لهذا الأمر فإذا كانت المرأة تثق بدين الرجل مرأة كبيرة و رجل كبير و كذا ما في بأس لو سافر بها للحج أو العمرة أما إذا كان لا غير مأمون و مشهور بالفساد و مشهور مشهور بالشر و العياذ بالله فتمتنع عنه المرأة لأن أحياناً بعض الناس يعني ينتهك حرمات الله عز وجل فيتنبه في هذا و لكن الأصل ما يجوز زواج بها هذه مثل أمة لكن قضية الخلوة و قضية السفر يتنبه لهذا الوصف بارك الله فيك أبو صالح يقول المقيم في جدة من وين يحرم؟ من جدة من جدة بارك الله فيك كل من هو دون الميقات لأن جدة دون الميقات رابغ بعد جدة فكل من هو دون الميقات فمحله من حيث فإحرامه من حيث هو ساكن من حيث هو مكان إقامة اللي في جدة و اللي في بحرة هؤلاء كلهم المناطق هذه التي دون الإحرام يحرمون من أماكنهم بارك الله فيك عزيزة تسأل تقول هل يجوز من ليبيا طبعا تقول هل يجوز للإنسان أن يطلب مساعدة من مجلس النواب طبعا أنا سألتها يعني ما المقصود مجلس النواب هل هو شخص كادت لا يعني هي طريقة ندخل فيه على مجلس النواب الفاضل أولا المسلم يجب عليه دائما أن يكون عزيز النفس هذا واحد وأيضا أن يحرص دائما إذا كان عنده كفاية وقدرة أن يكتفي بهذه ما في دعي أنه يسأل الآخرين لكن إن وقع في حاجة و احتاج إلى المال احتاج إلى كذا لا بأس بأن يسأل الآخرين لا سيما إذا كانوا من ولاة الأمور لماذا لأن في الغالب أن ولي الأمر ما يتبع ما يعني يعطي منه لماذا لن يعطي الناس و عنده الخير و عنده كذا و النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطى عمر أعطاه شيء مما جاء و أهدى إليه امتنع عمر فقال إذا جاءك هذا المال من غير استشراف نفس يعني تطلع نفسه طلب فخذه تمتع به فالمقصود في المقابل أيضا جاء رجال فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فكانوا يأتون و يسألونه و سأله جمع منهم جرير و جمع من الصحابة يسألونه المال و سأله كثير من الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة و كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر فإذا كان الإنسان وقع في حاجة و شعر بأنه فعلا لا بد من أحد يقضي دينه أحد يساعد في أجار البيت أحد يساعد في رسوم الدراسة الدراسة أولاد أحد يساعد في مسألة العلاج فإنه لا بأس به أن يسأل و يحرص على أن لا يسأل من يتبع العطاء منه لأن منن لأن كما تقول العرب حمل الجبال ولا منن الرجال أصعب ما على النفس أن يمنى الإنسان عليك بعطية عطاك إياها في زمن سابق فإذا كان يا أخت الفاضرة مجلس النواب عنده صلاحيات عنده مثلا أوامر بأنه إذا طلب المواطن مساعدة معينة يدرسون هذه المساعدة و كذا ثم يعطون ما في بأس و الحمد لله أما إذا كان قضية غش و تزوير و لعب و كذا فتجتنبين هذا بارك الله فيك نعم مصطفى بارك الله فيه من الجابون يسأل يقول هل يجوز أن تعطى الزكاة لآل البيت أولا أخي الفاضل لا بد أن نعلم بأن آل البيت الحقيقيين يعني المعروفين اللي يشهد لهم الناس بأن هؤلاء من آل البيت هذا لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة و هم آل هاشم آل عبد المطلب آل هاشم و آل عبد المطلب هؤلاء لا يعطون من الزكاة لأن النبي عليه الصلاة و السلام منع ذلك و قال إن الصدق لا تحل لمحمد و لا لآل محمد و لما رأى الحسن أو الحسين أخذ تمرة ليأكلها قال له كخ كخ ثم نهى عن أكله قال أخشى أن تكون من من الصدقات يعني الزكاة و لما وجد أنه سلم تمرة قال لو لا أخشى أن تكون من تمرة الصدقة لأكلتها و كان يقول إنما هي أوساخ الناس فالرسول عليه الصلاة و السلام ما كان يأخذ الزكاة و لكن كان يقبل الهدية و أيضا حرمها على آل بيته و هم آل العباس و آل علي و آل جعفر و آل عقيل و آل أيضا الحارث هؤلاء ممنوعة عليهم الزكاة طبعا العلمة لهم كلام طويل لهم كلام طويل من أهل العلم من يقول إذا أصبح آل بيت النساء في ضيق و ليس عندهم مورد ما عندهم مورد يعني لم يفرض لهم شيء و ليس عندهم مورد و وقع هذا الشخص الذي فعلا نسبه يتصل بإنه و سلم و وقع في حرج و ضيق و ضرورة يجوز له أن يأخذ من الزكاة للقاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات مصطفى يسأل يقول هناك يسأل يقول بالنسبة للسلام كيف يسلم الإنسان من الصلاة هل يسلمه متجي إلى القبلة أم يسلم بعدما يلتفت أخي الفاضل يعني الذي يظهر وهو الصواب من أقوال أهل العلم أن السلام يرافق الفعل يعني بمعنى أنت الآن تريد أن تسلم تقول هكذا السلام عليكم و رحمة الله السلام عليكم و رحمة الله بهذه الطريقة بارك الله هناك أقوال من أهل العلم من يقول يسلم أولا مستقبل القبل يقول السلام عليكم و رحمة الله و يلتفت ثم يرجع و يقول السلام عليكم و رحمة الله و يلتفت من أهل العلم من قال يلتفت أولا ثم يقول السلام عليكم و رحمة الله ثم يلتفت ثانيا و يقول السلام عليكم و رحمة الله الذي يظهر والله أعلم أنه يجمع بين القول والفعل يقول هكذا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بهذه الطريقة والله أعلم مصطفى بارك الله فيه يسأل عن معنى قول الله عز وجل وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا أخي الفاضل هذه الآية تتعلق في مسألة العلاقة الزوجية بين الزوج وزوجته وأنه يحرم على الزوج أن يمسك المرأة ليضر بها حتى تفتدي لأن عندنا بعض الرجال قد يمارس ظلم وسحق وإقصاء وقد يعني يتعسف في استعمال الحقوق الممنوحة إليه من الشرع فيظلم المرأة ويضيق عليها ويضر بها حتى تفتدي وهذا لا شك بأنه محرم ولذلك نهى الله عز وجل عن هذا الفعل وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا والمقصود بأن الرجل يجب عليه إما أن يمسك بمعروف أو أن يسرح بإحسان يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان هذا المعنى بإجمال بارك الله فيك مصطفى يقول بأنه يعاني وساوس كثيرة جدا أخي الفاضل بارك الله فيك أولا لا بد عليك من إخلاص النية لله عز وجل وإصلاح الطوية لله عز وجل والحرص على أن تكون دائما في دائرة الاتباع الإخلاص لله والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام الأمر الثاني لا بد أن تعلم بأن هذا وسواس أنت الآن بعظمة لسانك قلت لي تعاني وسواس إذن هذا مرض الآن لو أصيبت رجلك أو يدك أو شيء من بدنك رحت للطبيب كذلك الوسواس يجب عليك أن تعالج هذا المرض وعلاج هذا المرض بكتاب الله و بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الإخلاص لله والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام أمر آخر معصية الشيطان فإن هذا الوسواس من الشيطان ولذلك يقول جل وعلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أمر آخر تعلم العلم الشرعي اقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ في الإحكام الشرعية تجد عجبا وتعرف بأنك فعلا كنت على خطأ وعلى غلط وتصحح إن شاء الله الأمر وكلما أتاك الشيطان اعصه وقل اخسى يا عدو الله طيب أم عيسى بارك الله فيها تقول بالنسبة للخلاص طيب أم عيسى غدا إن شاء الله بإذن الله حتى أفصل لك في مساء الأضحية اعتذر منك لأن وقت البرنامج أنت أشكركم على المتابعة لتقيكم غدا بحول الله وقوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين